لدى استقبال سموه للمين العامل مجلس التعاونة كذا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن التكامل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الخليجي يسرع في قيام الاتحاد الخليجي الذي تتطلع إليه شعوب دول المجلسة وأن نجاح القمة الخليجية في الدوحة جاء معززا لهذا التوجه فدول المجلس قادة وشعوبا لا تختلف على وحدة المصير وتتفق على أن مجلس التعاون هو الكيان الذي يحفظ شعوبها ويحمي مصالحها وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الظروف التي تمر بها المنطقة تجعل من الاتحاد ضرورة للتعامل معها لافتا سموه إلى أن القيادة العسكرية المشاركة والشرطة الخليجية ستكونان دعائما لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار في دول المجلسة وستكون النظرة للتحديات الأمنية جماعية مما يسهل من حملها هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصلك ضيبية صباح اليوم معلئ الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أطلع سموه على نتائج اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والثلاثين التي استضافتها دولة قطر الشقيقة مؤخرا كما نقل إلى سموه تحية قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة لمملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والتطور فيما هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية والتي تشكل خطوة في المصار الديمقراطي البحريني وخلال اللقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالقرارات والتوصيات التي تمخضت عن قمة الدوحة والتي تدعم المنظومة الخليجية وتعزز مسيرتها المباركة نحو مستقبل زاهر لدول وشعوب الدول الخليجية ومشيدا سموه بما أبدأ قادة دول مجلس التعاون من حرص على الدفع بالتعاون الخالجي نحو المزيد من الازدهار والتقدم الذي يعود بالنفع والخير على أبناء دول مجلس التعاون ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على زيادة وطيرة التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتغطي كافة المجالات بما يصب في صالح المواطن الخليجية وموري بن سموه عن التقدير البالغ للجهود التي يبدلها الأمين العام لمجلس التعاون وجميع العاملين في الأمانة العامة للتنسيق والمتابعة بين الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في تطوير العمل الخليجي المشترك